وقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف دكتور عبد المنعم الطيب مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقيات لعادة جدولة ديون السودان المترتبة على القروض وبرنامج الصادرات السعودي المقدمة من الصندوق بالإضافة إلى الودائع المقدمة من المملكة وكان وفد برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط والاقتصاد يرافقه عدد من المسؤولين بحضور سفير السودان لدى المملكة اجتمع الثلاثاء بالصندوق وتمت خلال الاجتماع مناقشة الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للسودان في المجالات التنموية المختلفة وفي ختام الزيارة تقدم الوفد السوداني بالشكر لحكومة المملكة على ما تقدمه من دعم مستمر للسودان في المجالات كافة ووفق تقرير مشترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فإن إجمال الدين الخارجي يبلغ نحو 58 مليار دولار النسبة الأكبر منه فوائد وغرامات عن التأخير